أعلى من حضركم من جديد طيب امبارح كانت أرعة مسابقتين دورة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وكان فيه اهتمام جماهيري وإعلامي بالتأكيد في ظل أن فيه أربع أندية مصرية بتشارك فيه مسابقات الأندية الإفريقية أهل وزمالك دورة أبطال فيتشر وبيراميدز في كأس الكونفيدرالية طيب بالنسبة لأرعة دورة أبطال إفريقيا المجموعات امبارح يمكن تم الكشف عنها بشكل رسمي بعد إجراء مراسم الأرعى هنا في إحدى للسجهات في مزينة الإنتاج الإعلامي وزي ما أنتم عارفين الحمد لله يمكن برنامج الترند كان سابق الكل في مسألة تحديد موعد الأرعة تأجيلها تتعامل فين كل التفاصيل الخاصة بهذه الأرعة وضعكم على الشاشة يمكن دي مراسم الأرعة ويمكن المجموعة الأولى أصفرت عن الوداد وبيترو أتليتكو الأنجولي شبيبة القبال الجزائري فيتا كلاب الكونغولي مجموعة متوازنة ليست صعبة وليست سهلة فيها فرق متمرسة لدورة أبطال إفريقيا أبرزهم فيتا طبعا وشبيبة القبائل والوداد وبيترو أتليتكو لكن أكيد هتبقى في متناول الوداد وهيبقى فيه صراع على المركز الثاني ما بين شبيبة القبائل وبيترو أتليتكو طيب نروح للمجموعة الثانية ودي مجموعة النادي الأهلي بنعتبارها كلنا وكل الأراء الفنية اللي قريبة جدا من القرى الإفريقية شايفها أصعب مجموعة بل أطلقوا عليها بالأمس مجموعة الموت الأهلي مامولدي سانداونز الهلال السوداني القطن الكاميروني ليه الناس بتقول دي مجموعة الموت أو أنا اسم الأهلي والتاريخ وشعبيته الناس كلها عارفة تاريخ الأهلي ومشوار الأهلي في البطولات الإفريقية مامولدي سانداونز يمكن منافس للأهلي في آخر خمس سنين حوالي أربع مرات أو خمس مرات حتى من آخر ست نصخ موجود مع الأهلي دايما في كل المباريات والمنافسات فبالتالي مجموعة صعبة جدا في ظل أن المجموعة دي معظم الفرق اللي فيها يمكن كان سبق ليها الفوز بدورة أبطال إفريقيا بتوصل للمراحل النهائية عندها جماهيرية ملعبها بتحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير جدا لو الناس فكروا أن الهلال السوداني ليس بالمستوى الفن اللي كان موجود في السنوات السابقة لا الهلال السوداني السنة دي في هذه البطولة هتبقى نسخة أفضل كتير جدا من النسخ السابق أولا بيدرب فريق الهلال المدرب الكنغوري فلورانين بينجي مدرب يعني تاريخ كبير في القرى الإفريقية كان ماسك فريق نهضة بركان في الموسم الماضي تولى مسؤولية فيتاك لابة قبل كده وواجه الأهلي في العديد من المناسبات بخلاف كل ده بقى تعال لبص قائمة الهلال السوداني أولا الهلال السوداني سجل 37 لاعب في قائمته الإفريقية الأولى من ضمن 37 في 9 لاعبين أجانب 9 لاعبين أجانب منهم 2 تحت السن يعني حارس المرمى عيسى فوفانا ده تحت 20 سنة ده حارس مرمى ومن قد فوار الكاميرون اللاعب الكاميروني سلوماني مبانجا الأنجولي فيكتور ناسيكي الغاني إبراهيمة إيمورو الإفواري كونود سيجوني الملاوي جيرالد فري النيجيري عبدول أجاجون الكنغولي مكابي لوليبو الجنبي لامين جارجو ده لعب تحت 20 سنة قائمة الهلال فيها 9 لاعيبة أفرقى وتسع لاعيبة منهم 2 تحت 20 سنة مستويات عالية جدا في مصابقات الشباب في منتخباتها سواء في قد فوار أو في منتخب جنبيا وبالتالي فريد تعمله ألف حساب الهلال السوداني السنة دي بيلعب على ملعبه كامل العدد جماهيرية كامل العدد ما فيش أعداد محددة زي ما كان بيحصل في السنوات السابق فبالتالي سانداونز كلنا عارفينه من غير ما نتكلم عليه كمان السانداونز السنة دي جاب لعيبة بتلعب في شمال إفرقيا جاب لعيبة من أمريكا الجنوبية عمل تحديث في القائمة الإفرقية بتاعته طب نروح للأطن الكاميروني معروف القطن الكاميروني والقرى الإفريقية الناس كلها عارفة ملعب جروة وصعوبة ملعب جروة والرطوبة ورحلة السفر كمان من ضمن الصوابات اللي في مجموعة الأهلي مش المستويات الفنية وقدرات اللاعبين وكمان الشعبية المتعلقة بكل فريق في بلده أو في مدينته لا كمان رحلات السفر تتكلم ما يقرب حوالي عشر ساعات رحلة سفر لجنوب إفريقيا خمس ساعات ونصف رحلة سفر إلى الكاميرون وبتبقى طيارة خاصة المباراة الجمالية الكبيرة مع الهلال السوداني في الخرطوم ملعب أم دورمان فبالتالي مجموعة صعبة جدا على جميع المستويات زي ما شرحت لي حضرتكم لكن طبعا نادي الأهلي بملاوه من شعبية وقدرات تفنية وصاحب التاريخ الكبير في المسابقات الإفريقية إن شاء الله مرشح لصدارة هذه المجموعة طب نروح للمجموعة الثالثة وهي أسهل المجموعات في دورة الطالق إفريقية الرجاء المغربي مع حراكو نكري الغيني سيمبا التنزاني والمشاركة الأولى لبطل أغندا فيبارز بطل أغندا هي مجموعة الأسهل في مجموعات دورة الطالق إفريقية تأهل الرجاء مضمون والصراع بالتأكيد هيكون ما بين سيمبا وحراكو نكري إلا إذا كانت فيه مفاجأة من بطل أغندا المجموعة الرابعة ويمكن قصر الحديث فيها لكن أنا شايفها على المستوى الفني مجموعة متوسطة لكن على المستوى الجماهيري طبعا دربيات عربية كبيرة منتكلم التراجع التنسي الزمالك شباب بولزداد والمريخ السوداني مجموعة يعني ينقدر نقول متوسطة فنية لكن دربيات عربية كبيرة وعن يبقى فيها حضور جماهيري كبيرة السؤال اللي الناس كلها سألته من مبارح مين هيلعب فين الهلال في ملعبه المريخ في حتة تانية الفرق الجزائرية عشان تبقوا عارفين اللي بيحصل في المرحلة الحالية حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد أي ملعب لأي فريق من 16 فريق يعني البعض يقول لك إيه ما الأهل حارفين بيلعب فين والزمالك بيلعب فين آه عارفين والترجم معروف بيلعب في الردس ولكن دور المجموعات الاتحاد الافريقي بيبعث خطابات للأندية التي تأهلت لهذه المرحلة وبيقول لهم بلغوني بالملاعب اللي هتلعبوا عليها هي هي نفس الملاعب اللي لابت عليها دور التمهيدي ولا هتختار ملاعب أخرى ليه بقى؟ لأن بعد كده الكاف بيبعث لجنة تفتيش على ملاعب هذه الأندية لجنة تانية غير اللي تم في بداية المسابقة وبيشرف على تفتيش هذه الملاعب أي ملعب غير مطابط للمواصفات والمعايير بيتم استبعاده ومش معنى اللي انت لعبت في الدور التمهيدي في ملعب هو هو اللي هتلب عليه دور الستاشر أو دور المجموعات المعايير بترتفع والتفاصيل اللي الاتحاد الافريقي بيحتاجها في ملاعب دور المجموعات بتبقى معاييرها أقوى من مباريات الدور التمهيدي وبالتالي ممكن تحصل تعادلات حسب ما كل نادي هيختار ملعبه لكن الشكل النهائي لملاعب هذه المجموعات هتعلن بشكل رسمي في أول يناير طيب ترتيب مباراة الأهل ناس كلها بعد ما شافت مجموعة الأهل عايزة تعرف الأهل هيبدأ إزاي ويروح فين ومشوار البطولة هيبقى إزاي أول مباراة للأهل هتبقى مع القطن الكاميروني في القاهرة أحد أيام عشرة أو حداشر فبراية المباراة التانية الأهل سيسافر إلى السودان لمواجهة الهلال أحد أيام 17 أو 18 بعد كده الأهل يلعب مع سانداونز في القاهرة أحد أيام 24 أو 25 فبراية بعد كده الأهل يسافر يوم 7 مارس إلى جنوب إفريقيا لمواجهة سانداونز أي أن كان بقى فين في جوانس بيركي في بريتوريا كل ده لسه نعرفه خلال الشهور اللي جاية بعد كده يسافر أيضا إلى جروة لمواجهة القطن الكاميروني أحد أيام 17 أو 18 مارس ثم تختتم مباراة المجموعة الأهل يواجه الهلال في القاهرة أحد أيام 31 مارس أو 1 إبريل نفس الترتيب مباراة الأهل لما كانت السنة اللي فاتت بس الشيل الهلال أو الشيل القطن الكاميروني وحط المريخ السوداني نفس المجموعة بس الشيل القطن أو الشيل المريخ وحط القطن الكاميروني لكن إن شاء الله النادي الأهل يقدر يتخطى هذه المجموعة لأنه بينافس على البطولة مش بينافس بس على بتطفة التأهل لدور الكوارتر الفاينال ترجمة نانسي قنقر